بعدها نعطى تشارلز هيرتسفيلد مدير أربا مباركته لبدء المرحلة الأولى من مشروع أربا نت بدأ روبرت تايلور في العمل على الخطة مع بعض مهندسي أربا لكن سرعان ما اكتشف بأنه من الصعب إقناع المهندسين بالفكرة يقول تايلور لم يكن معظم الأشخاص الذين اتحدث معهم مقتنعين بالفكرة من البداية خشل كثيرون من أن تكون الشبكة فرصة لشخص آخر للدخول واستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم رغم هذا بدأ المشروع أخيرا في الظهور عندما تم اختيار لورنس روبرت وهو باحث في مختبر لينكلون من معهد MIT كمدير لمشروع أربا نت والذي كان بعمر 29 عام فقط كان روبرت قد عمل بالفعل في تجربة رائدة أخرى في شبكات الكمبيوتر وذلك في عام 1966 حيث استخدم روبرت مع زميليه توماس مايلر خط هاتف وستران يونين لربط جهازي كمبيوتر فائقين كانت التجربة بيئة اختبار تهدف إلى التحقق مما إذا كان من الممكن بناء شبكة كمبيوتر على نطاق قاري كان الفرق هنا أن خطة أربا نت هي ربط أنظمة وأجهزة بلغات برمجة مختلفة لهذا كان هناك الحاجة لوجود بروتوكول يساهم لهذا الرب إذا تم تصميم بروتوكول جيد بما يكفي ليتم طرحه كمعيار فيجب تشجيع كل الأنظمة لاستخدام هذا المعيار تعاد فكرة المرونة لبنة أساسية للإنترنت اليوم هذه المرونة سمحت لتطوير شبكات مختلفة بمعايير مختلفة وكلها قادر على التواصل مع بعضها البعض أصبح هذا التنوع في الشبكات وعدم وجود توحيد قصري وقتها سبب في الاختلال من منظور تقني بحث أثبتت تجربة ميرل وروبرتس لأنه من الممكن توصيل أجهزة كمبيوتر مختلفة ومشاركة الموارد فيما بينها ومع ذلك واجه كل الباحثين نفس المشكلة التي توقعها باران في شبكته كانت الاتصالات الهاتفية عبر شبكة الهاتف بطيئة للغاية وغير موثوقة بحيث لا يمكن أن تكون عملية من تجربة ميرل وروبرتس وجد الباحثان من أنه يجب استخدام تقنية تبديل الحزم إذا أردنا شبكة سريعة وقادرة على تبادل المعلومات لاري روبرتس كان متحمس لفكرة تبادل معرفة عن طريق نظام المشاركة والمقتبسة من فكرة لكلدر روبرتس كان دائما يتكلم عن الإمكانيات التي ستتيح لها الشبكة في ربط المعلومات والموارد وإيصالها للعلماء يقول روبرتس في تلك المرحلة في عام 1962 كان الكل يفعل شيء مختلف في أماكن مختلفة وكانوا جميعا لا يشاركون أبحاثهم ليس لأنهم لا يريدونه ولكن لأنه لا توجد هناك طريقة هذا يعني أن أي بحث لن يقدم الفائدة المرجوة منه فكان نظام TX2 مفيد لكنه كان بطيء جدا لهذا كان يجب علينا أن نفعل شيء حيال طريقة الاتصالات وأن نقدم فكرة الشبكة التي صممها لكلدر بمجرد تعيينه مدير لبرنامج الاربانت بدأ روبرتس في رسم خطط الشبكة كان نقطة الانطلاق هي الدرس الذي تعلمها أثناء العمل مع مايرل على ربط أجهزة الكمبيوتر المختلفة رسم العديد من الرسومات للتصميم محتمل للشبكة وبعد مناقشة مواصفات الشبكة مع عديد من الباحثين والذين كانوا منهم ليكلدر وكلاينروك ودولنر ديفيز وبران توصل الروبوتس بأن الشبكة يجب أن تكون فيها ميزتين وهما بروتوكول لواجهة الكمبيوتر التي يمكن لجميع المجموعات البحثية الستة عشر المشاركة في مشروع الاتصال عن طريقة والميزة الثانية هي القدرة على دعم ما يقدر بنصف مليون حزمة يومية بين خمس وثلاثين كمبيوتر متصلة بستة عشر مستخدم كما تخيلها باران تم إنشاء أربانت لتكون شبكة موزعة بالكامل تستخدم أجهزة كمبيوتر في كل عقدة لتسريع الاتصال بين الأجهزة كان لكل جهاز توجه مهام مختلفة منها أولا تلقي حزم البيانات من كل الكمبيوترين متصلين بها وثانيا تقسيم الرسائل لحزم سواء 128 بيت أو 1024 بيت ففي دراسته لتبديل الحزم افترض دونالد ديفيدز أن طول الحزمة يمكن أن يكون أي من المضاعفات 128 بيت حتى 1024 بيت وأخيرا إضافة الوجهة وعنوان مرسل لإرسال الحزم عبر أي خط حر وفي 29 يوليو من عام 1968 أصطرت أربع طلب عرض أسعار إلى العديد من الشركات في قطاع الكمبيوتر لبناء أساس الشبكة رفضت بعض الشركات الكبرى بما في ذلك IBM و CDC العرض على أساس أن نظام تبديل الحزم لن ينجح أبدا أما الشركات الأخرى فقد قدمت مقترحات مختلفة ولكن في نهاية المطاف كان أفضل متنافسين على العقد هما بولت و بيرناك و نيومن أو بي بي ان و برايثون شركة بي بي ان كانت تعتبر شركة صغيرة أما برايثون فهو مقاول دفاعي رئيسي فمن الطبيعي أن تكون برايثون هي المرشحة للفوز لكن خلافا للمنطق وقد يكون هذا جزء من النهج غير التقليدي لأربع منحت بي بي ان العقد في يناير من عام 1969 بقيمة مليون دولار لبناء أربع نقاط أساسية في أربع مواقع بحلول نهاية هذا العام كان اختيار عرض بي بي ان على مواضحة عن طبيعة المناهضة البيروقراطية التي بنيت حولها الانترنت في الأصل كانت شركة بي بي ان صغيرة ولكنها في نفس الوقت وعلى حد تعبير أحد أشهر باحثيها روبرت خان مختلفة عن المؤسسات البحثية في ذلك الوقت لهذا اعتبرها علماء أربع أفضل خيار لهم خلال العمل على الشبكة تم تشجيع العشرات من الطلاف من جامعة هارفورتس وم اي تي للمشاركة في العمل والاستفادة بالأبحاث على وعلى ذلك على عكس مقدمي العروض الآخرين قدم فرانك هارتس رئيس قسم الأنظمة في بي بي ان اقتراحا مفصلا من 200 صفحة مع مخطط انسيابية وحسابات وجداول تشرح كيفية عمل الشبكة لم يكن التقرير السبب الوحيد لاختيار الشركة حيث كان هناك عاملان حاسمان آخرين الأول كان معرفة روبرتس بالعديد من الباحثين في بي بي ان فبعضهم شارك بشكل غير رسمي في الأبحاث الأولية لأربانت أما العمل الثاني فهو كراهية روبرتس للبيرقراطية فوجد في عرض بي بي ان أكثر تفصيلا وفهما للنظام كان روبرتس يرى في الهيكل البيرقراطي لبرايثون مشكلة حقيقية ستؤدي لإبطاء المشروع التعامل مع شركات مثل برايثون يعني إضاعة نصف وقتك في محاولة العثور على الشخص المناسب للتحدث معه حول أي من المشاكل التي يواجهها المشروع من ناحية أخرى كان فريق بي بي ان صغير وبسيط كان فرانك هارتس رئيس الفريق ولم تتطلب عملية الاتصال سوى مكالمة هاتفية فقط بين روبرتس و هارتس كانت النقاط الأساسية الأربعة لشبكة الأربانت هي جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس وجامعة كاليفورنيا سنتر بربرا وجامعة يوتا ومعهد ستانفورد للابحاث تم تركيب أول كمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في الأول من سبتمبر من عام 1969 وتم اختيار جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بسبب لونارد كلايرنوك ووجود مركز قياس الشبكة الممول من أربع ركز المركز على تحليل وقياس حركة مرور الشبكة فضلا عن إنتاج إحصائيات ذات الصلة لاستخدام ودراسة الشبكة تم اختيار ستانفورد بسبب وجود العديد من الباحثين فيها بحيث يتيح ذلك أكبر استفادة من النظام وكان إنجلا بارد بالفعل شخصية بارزة في علوم الكمبيوتر فهو الذي اخترى الماوس وعمل عن المشروع في تطوير قواعد البيانات ونظام المراسلة روبرتس أصر في جعل الشبكة أكثر سهولة للاستخدام وكان أول اتصال من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس نتهت تجربة كلايرنوك لارك في 29 أكتوبر من عام 1969 وتم إرسال أول رسالة في الساعة العاشرة والنصف مساء بنجاح وبه بدأ عصر جديد وتغير العالم للأبد نلتقي في الجزء الأخير شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وإذا عجلك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة اشتركوا في القناة